السلام عليكم أعزائي طلاب الصفة الخامسة الابتدائي نلتقل لهم بإذن الله تعالى مع أحل اختبار الفصل الثالث الضرب السؤال الأول أوجد الناتج أو ناتج الضرب ذهنيا فلكي أجد ناتج الضرب ذهنيا 400 ضرب 5 فأعتبر أن الصفرين ليس موجودين وأقوم بضرب 4 في 5 ف4 في 5 يساوي 20 وثم ينزل الصفرين فيكون الناتج هو 2000 فالحقيقة الأساسية أن 4 في 5 تساوي 20 وبعد ذلك الأصفار تنزل كما هي 60 في 7000 أيضا الحقيقة الأساسية هنا أن 6 في 7 يساوي 42 وبعد ذلك ننزل جميع الأصفار أصفار السبعة آلاف ثلاثة أصفار وصفر الستين فيكون الناتج هو 420 ألف الناتج 420 ألف أو يجد ناتج الضرب ذهنيا باستعمال خصائص الضرب وبين خطوات أو خطوات الحل 4 ضرب 35 فأولا أجزئ أجزئ الخمسة وثلاثون إلى ثلاثون وخمسة إذن أجزئ الخمسة وثلاثون إلى ثلاثون وخمسة وبعد ذلك أقوم بعملية ضرب 4 ضرب 5 جمع 4 ضرب 30 جمع 4 ضرب 30 بعد أن جزئت الخمسة وثلاثون إلى خمسة جمع 30 فأقوم بضرب الأربعة في خمسة وبعد ذلك أضرب الأربعة في ثلاثون 4 في خمسة تساوي 20 أو 4 ضرب 5 تساوي 20 جمع 4 ضرب 30 تساوي 120 ثم بعد ذلك أجمع الناتج عشرون جمع مئة وعشرون يساوي مئة واربعون. اذا اربع ضرب خمسة وثلاثون يساوي مئة واربعون. ما الخاصية التي استخدمتها هنا? استخدمت خاصية التوزيع. استخدمت خاصية التوزيع في عملية الضرب. بعد ذلك لدينا خمسة في ثلاثة وستون. كما فعلنا في السؤال الفالس سنفعل في السؤال الرابع. فنجزئ الثلاثة وستون. نجزئها. فتكون خمسة ضرب ثلاثة وستون. اي ثلاثة جمع ستون. هكذا. بعد ذلك نضرب خمسة في ثلاثة. او خمسة ضرب ثلاثة. جمع خمسة ضرب ستون. هكذا. خمسة خمسة ضرب ثلاثة تساوي خمسة عشر. خمسة ضرب ثلاثة تساوي خمسة عشر. جمع خمسة ضرب ستة يساوي ثلاثمائة. فنجمع خمسة عشر جمع ثلاثمائة. فيكون الناتج هو ثلاثمائة وخمسة عشر. اذا خمسة ضرب ثلاثة وستون الناتج ثلاثمائة وخمسة عشر السؤال الخامس يريد نادي رياضي شراء بعض اللوازم استعمل الجدول أدنى لإيجاد ثمن سبع كرات يد وخمس كرات سلة إذن لدينا سبع كرات يد وخمس كرات سلة قيمة كرة السلة ثلاثون إذن سنقوم بعملية ضرب سبعة سبعة كرات إذن لإيجاد الثمن فأقوم بضرب سبعة سبعة كرات ثمن الكرة الواحدة كرة اليد قيمتها خمسة وعشرون فنضرب سبعة في خمسة وعشرون ثم نجمعها على خمس كرات سلة أي خمسة ضرب قيمة كرة السلة ثلاثون إذن خمسة ضرب ثلاثون أولا سبعة ضرب خمسة وعشرون فقيمتها مئة وخمسة وسبعون مئة وخمسة وسبعون جمع خمسة ضرب ثلاثون تساوي مئة وخمسون ثم بعد ذلك أجمع فيكون الناتج 5 جمع 0 يساوي 5 7 جمع 5 يساوي 12 أكتب الاثنين وأصعد بالواحد إلى قانونة المئات 1 جمع 1 يساوي 2 جمع 1 يساوي 3 إذن ثمنهم ثمن السبع كرات هو 325 ريالا السؤال التالي قدر ناتج الضرب وبين خطوات الحل 31 ضرب 98 فنقوم بعملية تقريب نقرب 92 فتقرب إلى 90 ضرب 31 تقرب إلى 30 ونقوم بعملية الضرب فنقول 0 ضرب 0 يساوي 0 0 ضرب 9 يساوي 0 3 ضرب 0 يساوي 0 3 ضرب 9 يساوي 27 إذن الناتج هو 2700 ويمكن أن نقدر الناتج تقديريا فنضرب 3 في 9 فنقل 3 ضرب 9 يساوي 27 وننزل الصفرين أو ننزل الصفرين فيكون الناتج هو 2700 السؤال السابع 77 ضرب 410 أيضا نقوم بعملية تقريب فنقرب ال410 نقربها تصبح 400 ضرب ثم بعد ذلك نستخدم يمكن أن نستخدم خصيط التقدير أو ما استعملناه في الأسئلة السابقة فنقوم بضرب 8 في 4 بـ 38 وننزل باقي الأصفار صفرين هنا وصفر الثمانون فيكون الناتج 32000 السؤال الثامن إذا كان عدد زوار مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 88 شخصا كل ساعة فكم شخصا تقريبا يزور المركز في 4 ساعات نقوم بعملية ضرب ولاحظ أنه قال تقريبا فنضرب 4 ساعات ضرب 88 نقرب 88 نقربها إلى 90 ونضرب 4 ضرب 90 يساوي 360 أو نقول 4 ضرب 9 يساوي 36 ثم ننزل الصفر فإذا الناتج تقريبيا هو 360 زائر في الأربع ساعات ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التاسع أوجد ناتج الضرب 15 ضرب 46 نقوم بعملية الضرب فنقول 5 ضرب 6 يساوي 30 نكتب هنا في المكان الفارغ 5 ضرب 6 يساوي 30 نكتب الصفر ونصعد بالثلاثة على خاند العشرات 5 ضرب 4 يساوي 20 20 جمع 3 يساوي 23 جمع نقوم بضرب ضربنا الأحد في الأحد والعشرات ثم بعد ذلك نضرب العشرات في العدد الأعلى 1 ضرب 6 يساوي 6 وبما أنه في خانة العشرات يكتب تحت خانة العشرات 1 ضرب 4 يساوي 4 ثم بعد ذلك نجمع 0 جمع نقاط يساوي 0 3 جمع 6 يساوي 9 2 جمع 4 يساوي 6 إذن الناتج هو 690 21 ضرب 108 نطبق ما طبقناه في السؤال السابق فنضرب الأحد في العدد الأعلى ثم نضرب العشرات 1 ضرب 8 يساوي 8 1 ضرب 0 يساوي 0 1 ضرب 1 يساوي 1 بعد ذلك نضرب العشرات في العدد كله 2 ضرب 8 يساوي 16 نكتب الستة هنا ونصعد بالواحد إلى الخانة التي تليه 2 ضرب 0 يساوي 0 جمع 1 يساوي 1 2 ضرب 1 يساوي 2 ثم بعد ذلك نقوم بعملية جمع ثمانية تنزل كما هي 0 جمع 6 يساوي 6 1 جمع 1 يساوي 2 والاثنان تنزل كما هي فيكون الناتج 2268 هذا هو ناتج عملية الضرب السؤال الحادي عشر حدد خاصية الضرب في الجملة أدنى 14 ضرب 2 داخل قوسين ضرب 50 يساوي 14 ضرب 2 ضرب 50 داخل قوس هذه الخاصية تسمى خاصية التجميع أو الخاصية التجميعية خاصية التجميع هذه تسمى خاصية التجميع أو الخاصية التجميعية السؤال الثاني عشر قام فني بتركيب مكبرات صوت في مسجد مربع الشكل فوضع أربع مكبرات على كل جانب على أن يكون في كل زاوية مكبر فكم مكبرا وضع الفني في المسجد استعمل خطة رسم صورة لحل المسألة أولا أفهم الخطوة الأولى في خطوة حل هذه المسألة الفهم أنه تم تركيب مكبرات صوت في مسجد مربع الشكل ووضع أربع مكبرات على كل جانب إذن ما المطلوب كم مكبرا وضع في المسجد أخطط لذلك أستعمل استراجية رسم الصورة وأبدأ الحل استراتيجية رسم الصورة فنقوم برسم صورة للمسجد وهو على شكل مربع هكذا ثم عدد المكبرات لدينا هنا في كل زاوية مكبر في كل ركن مكبر هكذا فلدينا أربعة مكبرات نضربها في أربعة جامع أربعة لأنه وضع أربع مكبرات في كل جانب على أن يكون في كل زاوية مكبر يكون الناتج هنا نرسمه هنا ستة عشر وبعد ذلك عدد المكبرات يساوي أربعة ضرب أربعة جمع أربعة يساوي أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر جمع أربعة يساوي عشرون إذن تم تركيب عشرون مكبر من مكبرات الصوت في هذا المسجد أربعة في الأركان وأربعة في كل زاوية إذن لدينا عشرون مكبر بعد ذلك أتحقق من معقولية الإجابة الإجابة معقولة السؤال الثلاث عشر قدر ناتج الضرب ستة وعشرون وثلاثة من عشرة ضرب خمسة ستة وعشرون وثلاثة من عشرة تقرب إلى ستة وعشرون فنقوم 26 ضرب 5 فنقرب الـ 26 و 3 من 10 نقربها إلى 26 و نضرب 26 في 5 فنقول يساوي 26 في 5 يمكن أن نستخدم معها خاصية التجميع فنقول تساوي 5 ضرب 6 جمع 5 ضرب 20 فخمسة ضرب 6 يساوي 30 وخمسة ضرب 20 يساوي 100 إذن 30 جمع 100 إذن الناتج هو 130 نتج حل هذه المسألة هو 130 السؤال الرابع عشر اختيار من متعدد اشترت باسمة خمسة كتب ثمن كل كتاب منها 12 ريالاً و 79 من 100 كم ريالاً تقريباً دفعت باسمة ثمناً للكتب الخمسة فأولاً نقوم بتقريب العدد 12 و 79 نقربه فيصبح 13 اشترت خمسة فنقوم بعملية ضرب خمسة ضرب 13 خمسة ضرب 3 يساوي خمسة خمسة عشر نكتب الخمسة نصعد بالواحد خمسة ضرب 1 يساوي 5 جمع 1 يساوي 6 إذن كم دفعت باسمة دفعت 65 ريالاً ثمن هذه الكتب الخمسة تقريباً السؤال الخمس عشر أكتب بلغ إجمال مبيعات مكتبة من بيعها أحد الكتب ثمانمائة و خمسة و خمسون ريالاً خلال ساعة ما عدد الكتب التي باعتها المكتبة من هذا الكتاب وضح ما إذا كان هناك معلومات زائدة أو معلومات ناقصة واذكرها ثم أعد كتابة المسألة هناك معلومات ناقصة وهي ثمن الكتاب الواحد لم يذكر وهناك معلومة زائدة أنه خلال ساعة الوقت غير مطلوب وبفرض أن الكتاب ثمنه خمسة عشر ريالاً فإن عدد الكتب التي بيعت هي ثمانمائة و خمسة و خمسون على خمسة عشر يساوي سبعة و خمسون كتاباً إذن عدد الكتب التي بيعت يساوي ثمانمائة و خمسة و خمسون ريالاً هو ثمن الكتب على قلنا أن ثمن الكتاب الواحد عشرة فثمانمائة هو خمسة و خمسون على عشرة فيكون تقريباً عدد الكتب التي بيعت هي خمسة و ثمانون كتاباً تقريباً عدد الكتب التي بيعت خمسة و ثمانون كتاباً كتابا كتبنا المسألة بفرض أن ثمن الكتاب 10 ريالات ممكن أن أغير ثمن الكتاب وأجعله رقم آخر بفرض أن ثمن الكتاب الواحد 15 ريالا فأقوم بتقسيم فأقول أعدل المسألة بفرض أن ثمن الكتاب 15 ريالا وأقوم بقسمة 855 وهو ثمن الكتب على 10 على 15 فيكون الناتج هو 57 كتابا إذن لدي اختيار في كتابة أو أعادة كتابة أو سياغة هذه المسألة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل اختبار الفصل ألقاكم بإذن الله تعالى مع الاختبار التراكمي لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتوا في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته